أشياء كثيرة عن المباريات تلاحظ أيضاً أن الفريق الشبابي من أقل الفرق اللي سجل فيها هدف بركلات رأسية عبدالعزيز الدوسري هذه المرة إلى داخل المرمى جول أول للفريق الهلالي وهدف يعيد بعبدالعزيز الدوسري مرة أخرى الفريق الهلالي للتقدم وسط فرحة أيضاً من الإداريين في الفريق الهلالي ووسط محاولة أيضاً لعبدالعزيز الدوسري اللي شاهدناه في شوط المباراة الأول وبهر في أكثر من محاولة وينجح الآن في كسر مصيري تتسلل ويتلقى تنبيره من من عبدالعزيز تنبيره كانت من عمر مرور أول ومن ثم مرور ثاني وتسديد أرضية غالطت وليد عبدالله كرة كانت أرضية إلى داخل المرمى كهدف أول للفريق الهلالي هذا عبدالعزيز الدوسري والكرة اللي مرت بين أقدام وليد عبدالله في كرة أيضاً مميزة للفريق الهلالي والكرة إلى داخل المرمى